بعد سنة دراسية شاقة ومتذبذبة نظراً لعدم استكمال البرامج الدراسية بسبب تقليص الحجم الساعي ونظام التفويج المعتمد من قبل وزارة التربية الوطنية تماشياً وتطبيق البروتوكول الصحي لمواجهة أزمة كورونا تنطلق الأحد امتحانات شهادة البكالوريا لدورة جوان 2021 دورة مبرمجة في موعدها خلافان لسنة الماضية أين تم تأجيلها إلى شهر سبتمبر بسبب تدعية جائحة كورونا التي فرضت توقيف الدراسة منذ شهر مارس من عام 2020 مجرية امتحانات البكالوريا تمتد من العشرين إلى غاية الرابع والعشرين من الشهر الجاري حيث سيمتحن 731.723 مترشحاً من بينهم 459.545 تلميذاً متمدرساً و272.178 مترشحاً حراً وزارة التربية سخرت 2528 مركز إجراء و18 مركزاً للإغفال عند الانتهاء من الامتحان على أن تفتح مراكز التصحيح في الفاتح من شهر جوليا الداخل إلى غاية التاسع عشر من نفس الشهر عبر 87 مركزاً موزعة على التراب الوطني فبين تخوف المترشحين ونصائح المختصين بضرورة تجاوز الضغط لتفترة الامتحانات كل الظروف مهيئة لإنجاح هذا الموعد المصيري في حياة التلاميذة